طيب ده كان تقرير عن نشاطات رئيس مجلس الوزراء والحكومة النهاردة ومنها طبعا اللقاء المهم اللي عقدوا مع رئيس شركة سيمينز وحركوا متابعين انه العلاقات المصرية الالمانية والتعاون تحديدا ما بين الدولة المصرية وشركة سيمينز في الفترة الاخيرة الحمد لله في اعلى مستوياته ما تنسوش ان سيمينز كانت واحد من شركاء النجاح في مسألة الطاقة في مصر خلال الفترة اللي فاتت وانا طول الوقت بحب انه الناس تكون حقاها اللي يساعدني لازم اشاور عليه وقول له شكرا ودي له حقه على الاقل من الاشادة الطفرة الرائعة اللي حصلت في مجال الطاقة خصوصا الكهربائية في مصر خلال السنوات اللي فاتت بفضل رجال مصريين وبفضل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وكل من معه في الوزارة وخبراء متخصصين حدثت وكمان بفضل المساعدة التقنية والمشروعات الرائعة اللي اتعاملت مع شركة سيمينز واللي الرئيس عم فتاح سيسي تفاوض معهم بنفسه لو تفتكروا واحد من المؤتمرات او الخطابات اللي قالها الرئيس عم فتاح قال لهم قعدت معهم وكسر في الفلوس وقول له هتقدوم على مية سنة وحتقدوم على مش عارف ايه وكذا والحقيقة شركة سيمينز بمنتهى الاحترام وفقوا على الطلبات المصرية واصبحوا شركاء مجاح في مسألة الطاقة وطبعا الكلام فيما يتعلق بجنوب الصعيد ذكر فيه التقرير جزء رئيسي من التنمية لا هو مش جزء رئيسي هو جزء اساسي ومبدأي وجوهري واولي في تنمية اي اقليم اي منطقة هو البشر صح يعني الخدمات مهمة واتكلمنا انه صرف الصحي مهم والماء نظيفه مهمة والكهرباء مهمة وكذا مهم وكل المصانع وكذا لكن الاهم من كل الحجر هو البشر تنمية البشر تنمية البشر يعني تعليم انا تعلمتها كده ومعرفش غيرها وبخلاف ان التعليم في مصر بصفة عامة عندنا فيه مشكلة وبعافية شوية وبنحاول نطور وبنحاول نقف وبنحاول نحدث لكن كمان حقول لكم ان التعليم في الصعيد بعافية قوي ليه معلش انا انا متحيز للصعيد رغم ان انا مش صعيدي وكنت اشرف ان انا بقى صعيدي بس ان الحياة مش صعيدي بس انا عادل او بحاول ابقى عادل من ضمن الاهمال اللي حصل في الصعيد الاهمال التعليمي كمان وده بحكم النتيجة الصعيد اللي كان فيه اوائل القرن العشرين اوائل القرن العشرين اللي هو في العشينات والتلاتينات والاربعينات وابتاعه الصعيد ده كان مصنع للمثقفين المصريين ومصنع للزعماء المصريين ومصنع للمتعلمين المصريين ومصنع للمفكرين المصريين ومصنع للشعراء المصريين قولوا كل انت عاوزوا لو جبتلكوا قيمة كده من الادباء هتلاقوا 90% منها من الصعيد لو جبتلكوا مش عارف ايه من الفنانين هتلاقوا 90% من الصعيد افتكروا بقى الابنودي وفتكروا يعني ممكن اقول لكم سلسلة كده لا تنتهي من القامات التي خرجت من صعيد مصر ده معناه ان الصعيد كان عاصمة مصر الثقافية والتعليمية والحضارية والعلمية لسنوات طويلة جدا وبفعل فعل زي ما قلنا للأسف الشديد هتقولولي طب والاهتمام بالتعليم هيجي ينفع في الصعيد اه ينفع في الصعيد قلولي اسماء مدارس كبرى موجودة في الصعيد وسبنا حتى شوية من الحكومة الحكومة لحد ما ربنا يعافيها كده مدارس الحكومية ان شاء الله لكن في مدارس في القاهرة انترناشنال وناشنال وسيمي ناشنال وهايبر ناشنال ومش عارف ايه وكذا وفي اسكندرية في شوية وبعض المحافظات تانية فيها بعض المدارس الخاصة الكويسة وكان قلولي في الصعيد اسماء مدارس قوية ولاد الصعيدة يخشوها ويتعلموا وياخدوا تعليم جيد حتى لو معاهم فلوس قلولي مدارس للموهوبين مدارس للمتفوقين مدارس للعباقرة مدارس اللي معاهم موهبة وعايزين يبقوا حاجة بس للأسف اليد بصيرة والعين بصيرة ساعتها المدارس دي دخلهم بدعم ولا بتبرع ولا بكذا ويخشوا ويتعلموا لان الفقير الموهوب تعليميا لا يجب ان يحرم من التعليم بسبب فقره فالتعليم الحقيقة كمان في مشكلة في الصعيد يجب ان احنا نفكر فيها هذا كنت عايزين تنمية حقيقية لأهلين في الصعيد ترجمة نانسي قنقر